تابعنا بالأمس توقعات لسيتي جروب بأن الضغوط المتزايدة على الدولار الأمريكي ستدفعه لتسجيل تراجع بنحو 20% خلال العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية المجبوعة قالت أن الدولار الذي انخفض بأكثر من 11% من دروته في مارس الماضي سيتعرض لضغوط إضافية مشيرة إلى أن الاحتياط الفيدرالي سيحتفظ بنظرته التشاؤمية واقتصاد الولايات المتحدة لن ينمو بنفس وطيرة نمو الاقتصاد العالمي ويسدنا أن نستضيف معي هنا في الستوديو دان قزي وهو رئيس مجلس الإدارة السابق لستاندرد شارتر دان أهلا وسهلا فيك مرسي كتير على العزيمة يا أهلا وسهلا كيف شفت دبي؟ روعة مثل عادي اشتقنا له اشتقت لما تبقى تغيبها الآن؟ خلاص مرتفع دان طبعا نحن دايما منتابع أخبارك ومنتابعك على السوشيل ميديا ومنتابع كتابتك كلها على موضوع لبنان اليوم هنحكي شوي معك خارج لبنان بعض الشيء لكن بموضوع قريب لقلبك مرة تانية الدولار اسمعنا طبعا كتير من في عندك دويتش بانجولد من ساكس و سيتي جروب كلهم عم بيقولوا أنه الدولار رح يشوف متوجه لضعف خلال الفترة اللي جاي خلال السنة اللي جاي سيتي جروب عم بيقولوا 20% من التراجع على الدولار انتك شو رأيك؟ شو نظرتك القريبة للدولار؟ حتى اللي بيعرف شو بده يصير يعني في كتير تكاهنات وين بده يروح في ناس بيقولوا يطلع في ناس بيينزل طبعا في 50% احتمال واحد منه يصيبه صح وطبعا اللي بيصيبه بيعمل دعايق نصابة واللي ما صابه بيسكوت بينسوغ العالم صح بس يعني بحب أفضل أحكي أنا على شيء أهم من هيك هو وضع الدولار كعملة يعني كالعملة الأولية في العالم هيدا السؤال عم ينطرح بين كتير عالم يعني هل إنه الدولار اليوم سيندحر سيبطل رقم واحد فهيدا الجواب لهذا السؤال بيعتمد إذا الواحد بيفهم كيف بيصير الترايد يعني بالعالم المبادلة التجارية إذا اعتبرنا نحن اليوم كيف بتسير الترايد الياباني مثلا بيجيب حديد على اليابان بيعمل سيارة اللي هي بحط فيها كمبيوتر تشيبس بحط فيها موتور بحط فيها كل هالأضايا هايدي وبيبيعها للأمريكاني الأمريكاني شو بيعطيه مقبيلة بيعطيه وراء مرسومة عليها يعني بيسموها بيكتشور داد برزيدنس صور لرؤساء أمريكيين ميتين شعرهم طويل يعني مثل البنجميل فرانكلت مزبوض سو أخدوا سيارة يعني بتطلع فيها وبتسوقيها بتبشي وعطوهم قبيلة ورق طيب ومرات ما بيعطوهم الورق مرات بيعطوهم بقلوهم ما لح أعطيكم كل الوراق هلا طولوا بالكم عليّي السنة بيعطيكم إيها وبيعطوهم بدل الميت ورقة بيعطوهم مية ورقة ثانية بظبوط يعني اللي هو التراجيريز يعني طيب سو اعتبري هلا اليوم صار فيه سيناريو بالعالم مثل هايدي الترايد أجريمنت قالوا للأمريكيين نحن من هلا قريح ما بدنا هود الوراق عم تتحكوا علينا أنتو خلص من هلا قريح ما بدنا طيب لمين بدون بيعوا الجماعة يعني من السوق اللي بدون يستوعب خروج الأمريكيين هاي أول سؤال تاني سؤال إذا قالوا لأمريكيين هيك طيب ما الأمريكيين في عندهم القدرة يعملوا شي سيارة محل طيوتا يعني بيعطوهم شيفروليه هلا يمكن ما تعجبون الشيفروليه قد الطيوتا يمكن تعجبون أكتر بس المهم أنه فيه بديل عند الولايات المتحدة لهالشي هيدا يعني بعطي إجزامبل ورات أنا مثل أنه طيب إذا إجروا عملوا حياة مثل ما الرئيس ترامب بديو يعمل كان حياة مثلان كل بلد عليها حياة ممنوع حدا أن يظهر يشوت شو بيصير بها البلدين سور البلد يعني سور البلد طيب ببلد مثل لبنان مثلا نحن يعني من مجوع لأنه أكلنا حتى مستورد في بلدين كتير بالمنطقة بيصير فيها نفس الشي يعني يبطلوا يقدروا يجيبوا سيارات لأنه ما عندهم المنفاكشورينج الولايات المتحدة عندها القدرة أنها تكون يعني لحالة تعيش حالة لحالة وإذا في شي شاغل عايزينا هني فيهم يبعطوا موشيات البحرية بكل من الجنوب لشمال الواسطن هام سفير يعني لأنه ما في أسلحة نووية وياخدوا البدنية بالقوة لذلك الولايات المتحدة يعني كتير البلدين اللي عندهم القدرة على يعني يعني أن نعيشوا منهم لحالهم فإذا وصلنا لمرحل اللي نحنا إيجوا قالوا الياباني أو الصيني أنه أنا ما بق بدي دولار منك لبيعك سلعة أول شغلة بيغبط اقتصادهم الألمان الأوروبية كله لأنه ما عندهم بديل هاي أول مشكلة ثاني مشكلة تريليونات الدولارات اللي هني داين للأمريكان طب وين بدون يصرفون إذا ما حدا بياخد الدولار معناتها بدون يصرفون بقلب الولايات المتحدة معناتها بدون يرجعوا يشتروا سلعة أمريكية أو أراضي أو أسهم أو أشياء أمريكية اللي هي مفيدة للاقتصاد الأمريكي يعني بيغير ميزان المدفوعات أو إذا الأمريكي قالوا لا ما لح امنع الأجنب أنا يشتري بأمريكا غير السلعة يعني يا بيصيروا كأنه سامحوا كلها الديون الأمريكية على الولايات المتحدة بزبوط أو بيمشوا الاقتصاد الأمريكي لأنه بيرجع الدولار بيفوت على الولايات المتحدة فلزلك هاي المشكلة اللي عنده إياها العالم اسمها The Dollar Trap فخ الدولار يعني من الصعوبة جدا أنه الدولار يبطل العملة الرقم واحد بالعالم اليوم لأنه ما في بداية أخرى حضر الهيبنة للدولار بغض النظر عن أي تحركات أو حركات أصيرة المدى بالفترة اللي جاية إيه لأنه إذا اعتبر اليورو مثلا بديو يخد محلو ما هي أول خطوة لتصير هالشغلة هاي بديو يصير الألماني يشتري أكتر ما يبيع لبره يعني بديو يصير فيه اقتصاد الأوروبي هاي أول شرط يعني لحتى اليورو يقدر ياخد محل الدولار يعني بديو يصير فيه إنتاج لليورو أكتر ما يعني أكتر ما يكون رفلكشن طبعا التجارة بأوروبا يعني هايدي مش مشكلة هينتنا طبعا الحجم يعني أنا بتذكر بالأرلي 2000 يعني كان اليورو بلش بالألفين على المية وسبعة عشر نزل على 80 سنت رجع دوبرة من 80 سنت للمية وستين تقريبا مصفروض سيارة البورش كل بأمريكا سعرها مضبوط هلا بلبنان ومناطق تانية صغيرة هيك صار ضوبة لسعر السيارة بس بأمريكا ما قدروا يعيشلوها لا لا 49% في هذيك القيام من البرشيت كانوا ينبيعوا بأمريكا اللي صار عكس هاكي نقلوا المنفاكتورين يعني نقلوا معامل مثل المرسلس أم أل البيئة أم زي تري زي فور طيوتا كامري كلهم هون هاودي صاروا يعملوهم بمعامل بألاباما ببيب الولايات المتحدة ليعدلوا يعني الولايات المتحدة يعني الولايات المتحدة مش مصحة كحدا يجي شيلها من الطريق كقوة اقتصادية وهو فعلا هيدا اللي شفنا نحنا مبارح التوقيع الاتفاقية ما بين دول دول الأسيان هادي يمكن ما بعرفة هي محاولة تؤنسيت الدولار أو أوتو لكن هي محاولة شو تتوقع أنت مستقبلا هل بالفعل هل تكتل هيدا الأسيوي ممكن أنه يصير إلو قوة أو قدرة كافية يمكن تعدل شوي هيدا هيدا الموضوع اللي عم بيحكي عنه يعني بطريقة كنت غير مباشرة معك حق يعني هيدا الشي بيخلي يعني بيخلي الكوست باسس طبعهم يقشط بين بعض أنه بيخفف هو شيء هو شيء إيجابي بس بالنتيجة لمين بدون بيوعه يعني لمين بدون بيوعه شيء يبيعه السوق الكبيري هي يا أوروبا يا الولايات المتحدة وأكبر سوق استهلاكي هو الولايات المتحدة ستين سبعين بالمئة يعني سبعين بالمئة تقريبا من الاقتصاد الأمريكي هو استهلاك فإذا ما في يعني منظومة بالاقتصاد العالمي بتتقبل هود الوراء اللي عليهم صور رجال ختيارية ميتين شعرهم طويل إذا ما بياخدوا هيدا لمين بدون بيوعه يعني بيخف كل الاقتصاد فهون هيدا خلاص علقوا بالمشكلة وهيدا الشي اللي بيخلي الدول اللي رابطة عملتها بالدولار كيصير أصعب وأصعب عليها أفك هذا الرابط هلأ هون هيدا موضوع تاني أنا مثلا بنظري اللي بيعلق عملته للولايات المتحدة كل الاشي اللي عم نحكي عنها اللي هي إيجابية للأمريكي هي سلبية للمش أمريكي يعني نحنا مثلا باللبنان ما فينا نربط عملتنا بعملة مثل الولايات المتحدة لأنه بالنتيجة منورت يعني منورت ومنضطر نفس السياسية الولايات المتحدة مثلا الولايات المتحدة بدأت تخفض فوائد نحنا منضطر نخفض الفوائد حتى لو تخفض الفوائد مش مصلحتنا وطبعا فيه أشياء تاني يعني هي سلبية بهالشغلة هيدا فالربط العملي أنا برأيي إلا إذا دولة يعني مثل دول الخليج عندهم البترول اللي هم سعر بالدولار عندهم القدرة أنه يربطوا عملتهم بس البلدين اللي برات الخليج صعب جدا يعني مثلا حتى هونغ كونغ عم تستصعب تضل رابطة عملتها بالدولار الأمريكي طب بما أنك ذكرت هيدا الشي غاليني نسألك رأيك فيك بعض الكلام الآن عم نسمعه أنه يمكن حان الوقت بالسعودية تحديدا أنه تفك ربط العملي هل هيدا الشي ممكن يكون له فايدة بالوقت الحاضر هلأ يمكن بالوقت الحاضر لا بس إذا بشينا بالفجن تونتي تيرتي اللي هي أنه يجربوا يصير فيه استقلالية عن اقتصاد البترول اللي هي شغلة الخليج عم يجري بيشتغل فيها إلى مدى طويل إذا نجحت دوباي لحد كبير نجحت بهالشي يعني دوباي اليوم صال عندها اقتصاد إذا بدك سلف سوفيشنط لحاله يعني شفت أنت بتشوفي كيف صارت يعني من عشرين أو ثلاثين سنة دوباي ما كانت مثل شكل هيدا من زمان كان اللي يجي يشتغل بدوباي مثلا يصمد مصاري ويرجع المصاري على بلده اليوم قد ما صار فيه اشياء يعني بتغر الإنسان عم بيشتروا سيارات وعم بيشتروا الشقة وعم بيستثمروا يعني عم بيرجعوا وعم بيصرفوا هون يعني عم بيخلوا قسم كبير من المال اللي عم بيتصمد بالاقتصاد يعني من الاقتصاد البترول وهون فيه نفيكل عملة طيب قبل ما يفوتنا الوقت أنا بيبقى أنه عندي مستفيد من حضورك معنا اليوم هون لازم نسألك على لبنان ولازم نسألك على اللولر اللي هي الكلمة اللي أنت أطلقتها طبعا للدولار اللي محبوس بالوقت الحاضر بالبنوك اللبنانية لشخص عايش خارج لبنان شو الوضع هلأ وكيف ممكن يتحرك إذا فيه قدام هالفلوس اللي محبوسة حاليا هايدي يعني شغلة مقسوية خاصة اللبناني اللي كان ساكن بره وحاطت يعني اشتغل عشر عشرين ثلاثين سنة بالخليج أو بأفريقيا صمد مصاري وحطها باللبنان شغلة مقسوية يعني استهلك درجة كبيرة من هالمبالغ هايدي لا يعني يا تمويل الدولي يا تمويل الليرا يعني يعني عايش اللبناني على مستوى أعلى من انتاجية البلد بها المصاري هايدي فالخيارات محدودة يعني الخيارات يا بده يسحب مصرياته على ثلاثة تلافة وتسعمية يعني يخسر نصهم يا بده يبيع الشخص هايدي يبيع الأكاونت بسبعة وثلاثين سنت مثلا تقريبا يا شغلة من هنوع لأن النطرة بالمدى الطويل يعني من الصعب جدا للحسابات الكبيرة أنه يقدر يستردوها يعني بدك تلاقي أكسبات جديد مستعد يصمد مصرياته أو يستثمرهم بلبنان ويستعملوا مصرياته ومش لا يعملوا استثمار فيهم لا يردوا للقديم يعني هيدا هو هيدا ما يسمى بهذا بيسموها الثقة يعني بسموها استعادة الثقة لاسترجاع التدفقات المالية هيدا الكود طبعا بلبنان يعني هيدا أنا بعتبرها بونزي بارتو بتلاقي أكسبات جديد يعني عم بيصمد بقوة جديد ما وقع بالفخ أول مرة توقع أي مرة تاني اللي زمعت أول مرة بيقع أو تاني مرة وسمعنا حاكم المصريف عم يحكي على موضوع العملة الرقمية هل لا عن جديد هل في من يعني هل من هذا التوجه أي فايدة لداخل لداخل البلد واللي خارج البلد لداخل البنك وخارج البنك يعني مثل ما قال شيكس بير الوردة كيف ما صميتها بتضع الوردة والعكس الوردة شو ما صميتها بتعكس الوردة يعني هي العملة الرقمية ما نحن عملتنا إذا أنت اليوم بتروع على البنك بتصحابي مصرياتك ما فيكي معناتها العملة رقمية وتحديدا مش رقمية وهمية فإذا جيتي أطلقتي شغلة كول يعني أنه اليوم بيتكوين كول كتير بالعالم زمانيها رقمية عم بيفكروا أنه هلأ صار المجتمع اللبناني بيعتبر أنه آه لكن مش الحال رقمية هي بس ما بتفيدك العملة إذا ما قدرت تحوليها تشري سلع إن كان بالبنان أو برات لبنان فالعملة الرقمية هي يعني طريقة رسمية لتعمل لتتقبل الخسارات اللي صارت أنه هالمصاري هاي بيطارت ونح ترجع داني أزيز شكرا شزيلا إليك مرسي رسالنا فيك رجع لعنا مرسي نأخذ فاصل قصير وبعد الفاصل نتابع اجتماع الشرفة الرابع للجي توينتي يبدأ اليوم في الرياض تحذيرا للقمة